بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يرد الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذروا يأكلوا ويتمتعوا ونهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصابقين ما تنزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرون إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لهم لحافظون والأقل أرسلنا من قبلك في الشيعين أولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلهم في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظلوا فيه يعرضون لقالوا إنما سترت أبصارنا بل نحن قوم مسحون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيننا للناغرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأكبعهم شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبدنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازق وإن من شجر إلا عندنا خزائر وما ننزلهم إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم لكم بخازنين وإنا لنحن نحن وميت ونحن الوارسون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشره إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمع مسزين والجان خلقناه من قبل من نار السماء وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمع مسزين فإذا سويتهم ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسدل الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشري خلقتهم من صلصال من حمع مسزين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعمة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم بعسفين قال فإنك من الموضرين إلى يوم الوقت المعنون قال رب بما أغويتني لأزينن له في الأرض ولأغويتنهم أجمعين إلا عبادك من يوم المخلصين قال هذا شراط عليّ مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغارين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقصص إن المتقين في جمنات وعيون ادخلوها بسلام آمين ونزعنا ما في سزورهم من غل الإخوان على سرم متقابلين لا ينسهم فيها مصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قالوا أبشرك بغلامي على أمسني أنكبه فبم تبشرون قالوا أبشرناك بالحق فلا تكن من القادقين قال ومن يقنق من الرحمة ربي إلا الضالون قال فما خطبهم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل بوقر إنا لم نكون أجمعين إلا امرأة من قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل بوقر المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا ينتفق منكم أحد ومروا حيث تمرون وقضينا إلي ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مطبوع مصبعين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفرحون واتقوا الله ولا تخفون قالوا أولم أنهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعدين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعملون فأخذتهم الصيحة مشرحين فاجعلنا عاليها ساكلها وأمطرنا عليهم حجارة من سدين إن في ذلك لآيات من متوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية المؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقلنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها مارضين وكانوا ينحكون من العبال جيوتاً آمين فأخذتهم الصيحة مشبرين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسدون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتيك فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعاً من المثال والقرآن العظيم لا تنهد من عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم ولا تحسن عليهم واخذت جناحك للمؤمنين وقل إني ألم النذير المبين كما أنزلنا على المكبسين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لمسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر ويعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلى آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيط صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين